السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي الأكارم أينما كنتم أسعد الله وأوقاتكم بكل خير نحن معا في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليك الله يا علم الهدى واستبشرت بقدومك الأيام هتفت لك الأرواح من أشواقها وازينت بحديثك الأقلام أيها الإخوة الأحباب رحبوا معي بداية بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي السلام عليكم سيدي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعلى قدركم أكرمكم الله سيدي أنا سيدي محظوظ جدا بالجلوس بجواركم في هذه الحلقات وأنا محظوظ أيضا أكرمكم الله سيدي سيدي نتحدث اليوم عن جوده صلى الله عليه وسلم وقد جاء في الحديث كان رسول الله جوابا وكان أجود من الريح المرسلة وكان أجود ما يكون في رمضان فسيني جوده صلى الله عليه وسلم وكرمه هذا الكرم والجود والعطاء كيف نفهمه؟ لا بد من فهمه في ضوء كلية كبرى في حياة المسلمين هي العمل الصالح الآية تقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا معنى علت وجودنا الوحيدة في الدنيا العمل الصالح بعد الإيمان بالله واليوم الآخر العمل الصالح علت وجودنا لذلك هذا الذي اقترب أجله أو شرف على الموت ماذا يقول ربي ارجعوني لعلي أتابع البناء أنتقل لمنصب أعلى لعلي أعمل صالحا وكأنه قال بلسان حاله أن علة وجوده كانت العمل الصالح وسمي العمل صالحا لأنه يصلح للعرض على الله ما كل عمل يصلح ومتى يصلح إذا كان خالصا وصوابا خالصا ما ابتغي به وجه الله صوابا وافق السنة فيها نصيب خيره هذا بخلاف منهج الله عز وجل فالعمل الصالح علت وجودنا فالبطولة أن يعرف الإنسان علة وجوده في وقت مبكر قبل أن تأتيه المنية العمل الصالح كلمة واسعة جدا الزوج المحسن لزوجته هذا عمل صالح الزوجة المطيعة لزوجة عمل صالح الأبن الباربي أبيه عمل صالح البنت المحجبة عمل صالح الصديق الحميم عمل صالح التاجر الصدوق عمل صالح المحامي الذي لا يأخذ دعوة لا يقتنع بها عمل صالح يعني الطبيب بقدر يقول له بدك بس حمية فقط في يعطيه مجموعة من أدوية كثيرة جدا لا يحتاجها الله يعلم كل شيء أنت حينما تعلم أن الله يعلم تنضبط يعلم أيام بيكون القضية تحتاج إلى بس تصريح فقط تفوت بدعوة بتنتهي عشر سنوات فيه ابتزاز بصير وعلم الله أكبر ضمان إلى العمل الصالح يعلم الحقيقة الله عز وجل فيه محاماة فيه هندسة يعني فيه شقبل بالجدار أم كان الشخطودي ما لقيمه أطلاقا أما العرض غير خطأ بالأساس فيكون الشخطودي ممكن بناء ينهار يخوفه ما يعرف فحينما يستغل مجهل الإنسان الله يعلم الحقيقة مرض بده بس حمية فقط فيه عشر أدوية مرة أذكر حدثني إنسان أنه أخذ وصفة قضية عرض على على إنسان يعني يخافه الله ألبنتك بس أول ذو الأول أنت بحاجة إليه فلذلك المهنة الراقية هي راقية عند الله كثيرا لكن بالمناسبة لا يستطيع الآخر أن يكشف الخطأ تحتاج إلى مراقبة بالله تعالى بده مراقبة إلهية إذن الكرم والجود ينطلق من العمل الصالح يعطي علة وجودك في الدنيا حجمك عند الله بحجم عملك الصالح ولكل درجات مما عملوا بل علة وجودك العمل الصالح ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا لذلك والعمل الصالح هذا الرأس الهرم البشري زبرتان أما الأقوياء أين بطولتهم أي يجمعوا إلى قوتهم من أخلاق الأنبياء نعم نعم سيدي كما تفضلتم رسول الله كان جوادا وأجودا ما يكون في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم في الحلقة الأولى أتا وقع تحدثنا كيف ذاقى حتى يكون أسوة ذاقى الفقر والغنى في الفقر ذكرتم هل عندكم من شيء قال لا قالوا لا قال فإني صائم لما ذاقى الغنى جاءه الأعرابي يسأله لمن هذا الغنى أو الوادي من الغنى قال هو لك نعم قال تهزأوا بي قال لا والله هو لك قال أشهد أنك رسول الله كما تفضلتم لأنه قدوة هو قدوة الأغنياء والفقراء معا قدوة الأقوياء والضعفاء معا قدوة الأصحاء والمرضى معا لأن القدوة لكل البشر لابد من أن يذوق في كل موضوع طرفيه الحادين في السخاء قدوة في الصبر قدوة في العطاء قدوة في المنع قدوة في الحرب قدوة في السلم قدوة في النكسة قدوة في النصر قدوة يعني حينما فتح مكة أنا أعتقد كحاكم قوي بإمكانه أن يهني حياته بأكمله اذهبوا فأنتم الطنقاء وهذا جود أيضا هذا هو الكمال سيدي الحقيقة الكمال هو الله عز وجل كماله مطلق وكل ما اقترفت منه تزداد كمالا في عفوك وحلمك ورحمتك وإنصافك وموضوعيتك نعم سيدي أريد أن أسأل عن شيء مهم في موضوع الكرم والجود علاقته بتقريب الناس من الدين لأن هذا الرجل الذي أخذ الغنام رجع إلى قومه قال أسلموا مع محمد فإنه يعطي عطاء من لا يخجى الفاق الفقر ما أهمية العطاء والإحسان بيحب المال بيحب المكان فهذا الداعية أقول داعية الآن فإذا كان عرف للناس مكانته أعرف للغني مكانته أم شجعه على الأنفاق أعرف للقوي مكانته شجعه على النص الضعيف دعوة فن مكلع على الداعية داعية خبير نفسي هذا القوي لما سخروا استخدام قوته لخدمة المؤمنين أعطى عمل صالح والغني لما سخر غنى لإسعاف الفقراء والمساكين أعطى عمل صالح والخبير بموضوع معين لما سخر خبرته لنصرة الضعاف الذين لا يملكون دفع هذا الثمن أعطى عمل صالح وهو الحقيقة أكبر رأس مال للإنسان عمله صالح يلقى الله به وحجم الإنسان عند الله بحجم عمله صالح ولكل درجاتهم مما عمله والعمل الصالح علة وجودنا في الدنيا نعم يعني عفوا إذا الواحد أرسل ابنه إلى فرنسا لنال الدكتوراه من السوربون شوف مدينة عملاقة أكبر مدينة في أوروبا في متاحف في دور سينما في دور له في أسواق هذا الطالب الذي أرسله أبوه رينا للدكتوراه من السوربون علة وجوده الوحيدة في فرنسا الدراسة ممكن تخذ مطعم يأكل يشتري كتاب يجلس بحديقة ممكن أما علة وجوده الوحيدة ما قولك بإنسان نفسي علة وجوده جاهل والله عندما يقترب أجله يصيبه ندم يفوق حد التصور يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد شيء مخيف أن تنسى علة وجودك والدليل وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون والعباد طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعاد أبدي إذن الإحسان قبل البيان ملك قلوبهم صلى الله عليه وسلم بجوده وإحسانه قبل أن يعلمهم ببيانه نعم وهذا أساس في الجود وفي الكرم جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم إخوة الأكارم لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لشيخنا ما تفضل به وأن أشكر لكم حسن المتابعة سائل من المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما على خير أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته